بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج ثلاث الذنوب حاول أن تبتعد عنها في الحياة الدنيا مهما كلفك الأمر حاول أن تبتعد عنها بعدا تاما لأنك بعدها ستكون عبدا للشيطان والشيطان سيكون ملك عليك فلن تستطيع أن تتحرر منه أبدا فتخرج من ولاية الرحمن وتدخل في ولاية الشيطان وعندها يتبرأ منك الله وأهل البيت عليهم السلام روية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما موسى عليه السلام جالسا إذ أقبل إبليس وعليه برنس والبرنس بمعنى قلنسوة طويلة كان العباد يلبسونها في صدر الإسلام ذو ألوان فلما دنى من موسى عليه السلام خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه فقال له موسى من أنت؟ فقال أنا إبليس فقال موسى عليه السلام أنت؟ فلا قرب الله دارك فقال له إبليس إني إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله فقال موسى عليه السلام فما هذا البرنس؟ فقال به أختطف قلوب بني آدم فقال موسى عليه السلام اخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوزت عليه تملكته وصار عبدا لك فقال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله أو استكثر عمله وصغر في عينه ذنبه ثلاثة ذنوب إذا قام بها ابن آدم استحوزت عليه صار عبدا لي وأنا ملك عليه إذا أعجبته نفسه يكون معجب بنفسه يرى نفسه أفضل من الآخرين يرى نفسه أفضل من الآخرين يرى نفسه أعلى شأنا أفضل مكانه أعلى منزله إلى غير ذلك وهذه مشكلة كبيرة لأنها من عادة إبليس الاستكبار والتكبر عندما قال أنا خير منه من آدم خلقتني من نار وخلقته من طين وهذا التكبر بداية الحساد وبداية الغرور وبداية التفرعون وبداية منافسة الله سبحانه وتعالى في ملكه والإجتهاد بالرأي والإجتهاد بالرأي على أن أنا خير من فلان أنا أفضل من فلان وعلى الإنسان أن لا يزكي نفسه الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي الأنفس الله وعده إنما هو يزكي الأنفس وأكرمكم عند الله أتقاكم فقال فإذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ترى أعماله بسيطة ولكنه يرى نفسه عابدا عاملا قاضي لحوائج الناس في خدمة المجتمع إلى غير ذلك كل عمل يعظم في عينه ويرى بأنه أفضل الناس عملا أكثرهم عملا إلى غير ذلك وصغر في عينه ذنبه أي بمعنى مهما أذنب قال كشي ما سويت سوى ذنب شنو معنى يستهزئ بالذنب يصغر بعينه لا ينظر لمن عصى وإنما ينظر إلى الذنب المفروض هو ينظر لمن عصى عصى الله عز جل هذا الشيء يجعل الإنسان دائما لا يستغفر يجعل الإنسان لا يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يتجرع على المعاصي والذنوب ثم يقسى قلبه ثم يكثر من الذنوب ثم ينسى الله سبحانه وتعالى فهذه الذنوب الثلاثة قدر الإمكان تركها عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أكون من عباد الله الصالحين كيف أكون من أولياء الله كيف يرضان الله عبدا ولكم تابعا فقال له النبي صلى الله عليه وآله عندما تخرج من بيتك لا ترى أحدا وأنت ترى نفسك أفضل منه هكذا هو الإنسان المؤمن إذا رأيت من هو أكبر منك قلت سبقني للطاعة وإذا رأيت من هو أصغر منك قلت سبقته للمعصية وإذا رأيت أحدا ربما لديه أخلاق سيئة قلت ربما لديه عمل صالح تغلب هذه السيئات وإذا رأيت شخصا هو أفضل منك أو أنت أفضل منه كما تتصور قل إنما الأعمال بالنيات والعاقبة هي والخاتمة هي التي تحدد حسن العاقبة أي بمعنى بما أنك زلت بما أنك ما زلت تعيش في الحياة الدنيا فلا تحدد من هو الأفضل من هو الذي فاز من هو صاحب العاقبة الحسنة حتى تصل إلى لحظة الموت وترتاح وأنت تتشهد الشهادتين هنا قل بأنه بحمد الله عز وجل فوست ورب الكعبة كما قال الإمام علي بن أبي طالب لم يقلها أبدا وهو المولى علي بن أبي طالب لم يقلها إلا في آخر لحظة من حياته كذلك الإنسان عليه أن لا يعظم عمله مهما قدمت من أعمال الله عز وجل إنما هي ضئيلة وحقيرة وصغيرة أبدا ولا قيمة لها أمام أعمال رسول الله أمام أعمال علي بن أبي طالب أمام أعمال السيدة الزهراء أمام أعمال كربلاء الإمام الحسين عليه السلام مهما عظم عملك الصالح فلا تعظمه في عينك أو في عين الآخرين أو تتباه به أمام الله سبحانه وتعالى ولا تصغر لك ذنبا فلطالما اجتمعت هذه الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء الذين كانوا يستحقرون ذنوبهم قال لهم اجمعوا هذه الأعواد بالصحراء جمعوا الأعواد عودا فعود عودا فعود ثم أصبحت كتلة من الأعواد فشعلها بالنار فاشتعلت فأصبحت نارا عالية هكذا الإنسان عندما يستخف بذنوبه ويقول هذا ذنب بسيط وهذا ذنب بسيط حتى تتحول إلى نار تتحول إلى نار عظيمة وكبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتخلص من هذه الذنوب الثلاثة كي لا نكون من عباد الشيطان وأن لا نخرج من ولاية الرحمن وندخل في ولاية الشيطان ويكون ملكنا الشيطان ونحن عبيده أعاذنا الله وإياكم إن شاء الله من هذه الخصال برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام